أنا عايزة أقول لها أن بنت حظيثك دائما لا تستمع للنصحة بتاعك والإنشادات اللي انت دايما بتقوليها فأسألها سبحانه وتعالى أنه هو يردها عليك دايما وتكون طيعة عليك لأن الحلآن دائما ما تأتي بالنصائح فحينما تختفي هذه الحلآن المكان فبنعم ذلك أنها لا تستمع إلى هذه النصائح دائما ما يأتي الأرز مثلا أو المكرونة في المنام فهي دائما بصفة اللي هي بتعطيها في الحياة اللي واحد لو كلم بيصنوا من الوخم أو المخمول أو كذا فهي لا تؤتي بثمر للجسد أو للجسم أو الروح لذلك الطعام اللي موجود بهذا الشكل دائما بيكون مضر ومفيد صح تمام فأسألها سبحانه وتعالى أنه ربنا يهديها له يا رب تمام إن هي كمان حلمت نفس اليوم إن هي وهي مشى قبلت ناس عريبي إن أنا وانا مشى قبلت ناس عريبي كانوا عادين في الشارع وكان منهم واحد اسمه هاني وانا قلت له عبال بنتك وانا